الأمر الآخر هناك بعض المخالفات والبدع مما يحصل في مسألة الأضاحي من تزيينها خاصة الإبل والبقر بعض الناس يأتي فيضع عليها متاعها و يضع عليها كذا و يقول هذه كذا لله هذا غير مشروع هذه من المحدثات ما في داعي لإتلاف الأموال بمثل هذه الطريقة ما في داعي أن تتلف هذه الأموال بمثل هذه الطريقة الأضحية سواء كان إبل أو بقر أو غنم تذبح بطريقة ما في داعي أنك تلبسها أو تضع لها شيء و بعضهم وللأسف يضع عليها الحنة أو شيء من هذا القبيل هذه كلها بدع و محدثات و مخالفات